السلام عليكم لبنات والميمادية واللي كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم باخر وعلا خير ولقاكم إن شاء الله الفيديو ديري في أحسن الأحوال كديرين ديتوا شيء حليوة دير العيد ولا ما زال وإن شاء الله سأبدأهم معاكم اليوم لا نوجد شكل كل نهار سأوجد معكم شكل اللي سيكون اقتصادي وكمية قليلة يعني سأبقى بنصرها بعد يزده كل مرة سأبدأ معكم شكل حليوة اللي سيكون ساهلين اقتصاديين إن شاء الله وزوي ونين وكي يحمرون وجه اللي بغت تبدأ معي التوجهات اللي للاعزي إن بنبداوهم مجموعين إن شاء الله من كل نهار ر ننتمنى يعجبكم ويعجبوكم هذه الحليوات اللي أ sh mia ويم planets معايا ونبداو أتوجه ديهم هم جموعين هنا يلا يضعيد المقادرة اللي سنحتاج لهذه الحليوات كيفما قلت لكم راوم اقتصاديين وكيعطو كمية كتيرة وكيجو وعن في المنظر وحتى في المادا مهم هنا يا عندي رابعة دية زبدة مارغارين هندير غير النص ديالها ان شاء الله هنبقى ندير معكم حليوة ليغيب نص رابعة دية زبدة وكيعطو كمية كتيرة مهم كل نهار نديرو شكيل باش النوع وما يكونش عندنا غشك الواحل وولا مية وخمس وعشرين قرام دية زبدة نقدروا نديرو منها حتى ثلاثة تشكيل ان شاء الله هنشاركم صابلي بمية وخمس وعشرين قرام دية زبدة وفيه بزاف دية الشكيلات مهم هنا يا يا لبنات عبرت مية وخمس وعشرين قرام دية زبدة اللي هي نص رابعة ندرتها في القصرية غادي نغرب عليها كاس دية سكر قلاسي مهم كتعبرو بها دي الكاس هادا لبنات الكاس ديال ايتي تقريبا مية قرام دية سكر قلاسي مهم الافضل عبرو كاس غنزيد عليها قبيصة دية الملحة صافي وهنا يا غدا نمعكم زيان هديك الزبدة مع السكر قلاسي دروري يا لبنات في ناجح اي حلوة بجيكم ناجحة ومزيانة تخدموا الزبدة والسكر مزيان مزيان شو اللي وحل ببومغ عادة باش نزيدون مكونات الخرموين هنا يا نبقى معك مزيان الزبدة والسكر قلاسي حتى تندخل هاد السكر كامل في الزبدة هنا يا لبنات كيتطلب شوية ديال المجهود غي هو مع الزبدة مارغارين كتكوية قاسحة ان ستسلمون بالزبدة حيوانية بالزبدة ديال المجير ديال دوري مناقص 20 ج، ربما يقيم الزيت انا قلت لكم اللي تبيني الزبدة اللعبار بل ما تبيني الزيت ولي تبيني نصر باية مرغارين سوف نصرر كمزة اللاروب الزيت ندره معاهل زبدة الآخره ميت دماء الازداء على الزيت الحلوه ميت دماء بزاف هذه الزبدة النباتية لا يكون فاءه لدم بزاف و يمكن نخدم زيان الزبدة مع الزيت سوف ندخل الزيت بالزبدة سوف نعطيكم جميع الأسرار و جميع النصائح سوف نتابعوني أي وحدة تنجح معها سوف ترى الزبدة سوف نعطي الزيت و هنا سوف نضيف دانون فاني من الأفضل نضيف دانون فاني سوف نقوم بضع الأسهل سوف نجد أشخاص فلخبرنا سوف نقوم بضع الإجانة قم بضع الإجانة نظف بالكريم مساحة إما بالنشاة وإما بالحليب المجفف بضع الإجانة سوف نعطي الهاتف وعندما توفرت لكم بودرة كريم باتيسيار أعودوها بثلاثة المعلقة النشا وثلاثة المعلقة النيدو سوف تجسس الشي الفاني ونخدم الكريم باتيسيار والفاني مع الخالط ونخدموه ونلقيناها كمازالة كويرات الزبدة معكوهم بشي ما تبقى لنا هكذا بشي ما تبقى طريفة الزبدة وسط ملع جينا بعدما خدمتهم قدت عبرت الطحين عبرت هنا كيلو اللاروب ديال الطحين الفورس الخاص بالحلويات المزيانة أنا كنستعمل الكنز الكنز هو اللي كنخدم به الكيكات الحلاوي كل شي هنا عبرت كيلو اللاروب والكيلة ما غنديروش كامل أنا فالاخر هنقول لكم شحال هزات لي بالضبط ديال الطحين هنا عبرت ديرو معلقة مع مراشد صغيرة ديال الخميرة الحلوة ولبغيتو الحلوة يجيكم هكا غلادين من فوقين ديرو نص خمارة الحلوة مويم أنا كدني رغيم معلقة صغيرة مع مراش ولو نص معلقة صغيرة سافي هنا يغن نضيف الطحين تدريجيا كنغربلو كنضيفوه السر البنات ديال الحلوة واي حلوة باش تجيكم هشيشة وكتدوف الفم ما خاصكمش تقصحوها ما خاصكمش كترو الطحين الطحين غير اللي جمعها وتكون هكاية متماسكة ولكن ما تكونش قاصحة رايلا قصحتو الحلوة بطحين ركتجيكم قاصحة بحل الحجر ما لدي عنهم نضيف طحين Luigi وهناك لدي كنا صغيرة واتنوا بجمع العجيناء، انا لديكم الزمونة تقريبا نزلت نص كيلو تقريبا نزلت نص كيلو لأن يتفتون نص كيلو لأن تترثورة ستتقريبا نزلت نص كيلو سوف أقوم لفرج حقا على الكعب سوف تكون غليدة على سابلي سوف نقطعها سوف أردكم القياس هنا البنات التي لا تريدون الطابع سوف تبقى كويرات سوف تكون قويرات سوف أردكم طريقة الزين سوف أردكم مزين سنين من الجنب سوف يأتي بصابلي سوف تبقى كويرات سوف أردكم طابع لا تريدون مزين سوف أردكم سوف تسببهم طابع الداati سوف أعطلهم سوف أردكم طريقة وسوف أردكم طرقة سوف أردكم بطرقة سوف أردهم طوح سوف أردهم الطحين الشعور سوف تستمر سوف نقوم بسطورة هنا لقد عملت الطاوة الأولى تبارك الله العجينة شحلت الفران على درجة حرارة مهيلة لا تجهدون البطب لا تخطفون الحلوى و تبقى خضرة من الداخل درجة حرارة مهيلة سوف تطيبون الكيكة و تدهب من تحت يدهب ليلة وجهدها هنا لقد نصف كمية العجينة سوف نخدمها معكم بها الآلة اللي فيها الطوابع ديال الحلوى اللي توصلت بها من موقع جهاز دارك و قلتها كي نشاركها معاكم و أول تجربة لي لها نجربها معاكم إن شاء الله شفتها صراحة بزاف و تخدموا بها و تسهل عليكها كاللي ما عنداش بزاف ديال الطوابع و ديال الشكلة ديال الحلوى هادي كي يجيوا فيها باكية من الطوابع و كي يجيوا فيها حتى هذوك ديال اللي بغيشوا تزينوا حلوة لها كريم هذو كلي بوش ذوك الريوصة ديال البوش اللي كد دينوا بيهم الحلوة لها كريم كي يجيوا معاها حتى هوما البنات صراحة زوينة كتعمريها بالعجينة كتديرها كوحد الحريبال ديال العجينة و كتعمريها كي يجيوا معاها بزاف بزاف ديال الطوابع و وحدها كوحدة صاشية عامرة بالطوابع أنا يختارت غي هذو الربعة غسلتهم و غسلت احتها بطبيعة الحال قبل ما نبدأ نخدم بيها و مختارت هذوك الشكيلات اللي عجبوني بغيت تنوع فشكالات غاديت نفعها بزاف بزاف هذو الالة هذي ميما غا عمرتها بالعجينة و درتك تطابعها دهنتها الطواب شوية ديال زيت و غا نشكل معاكم هذو الحلوات هنتو ما شوفوا البنات ساهلة صراحة جاتني عملية و ساهلة و شكيلات فنين كي حمقوها هنتو ما شوفوا هذو هذو شكيل هذا زوين و فيها بزاف تشكالات هكا يا زوينين غي أنا بغيت هذو الحلوة هذي نديرها بشكل واحد مبغيتش ندير قوي فيها اشكالات دكشي باش خدمت غير بطابع واحد منها غي باش نخدم بها معاكم و نوريها ليكم كيفاش تخدموا به هرها ساهلة كتعمروا بالعجينة و كتبقوا تهبطوا ساهلة بزاف لابنت و عملية هتلقا ان شاء الله الرقم ديال واتسا اللي بغت تستفسر عليها و لتتواصل معاهم هي البنات ستنوجدها كتزين هنا عندي رابعة ديال كوكو اللي فصختها كدرتها في المسخون و قليتها في الزيز هو اللي غدا نزين به كتتاخدوا رابعة كافية البنات لهذه الكمية كتكفيكم و يشيط وهنا هي الشكلات غالة احسن ماركة الشكلات تختموا بها الحلوة البنات هي هاد غالة هذي غنديرهم هكا في شيز ليفة و غنديرهم في حمام مريم يدوبوا وهنا هاد كوكو غدا ندوز نهرمشوا خديت الهاشوار هذا اللي كنت وصلت به من موقع جهز دارك و اللي ديري اللي يكون فيه بواحد البروموسيو و لوحد كود برومو خصيصا المتتبعات ديالي ديال 15% كينقصوا لكم 15% من هاد الهاشوار هادا اللي خداته من طرف كود برومو هو سناء الخوخي كيف ما قلت لكم انخلي لكم الرقم ديالهم تحت من هاد الفيديو هادا في صندوق الوصف تواصله معاهم قولوا ليهم جينا من طرف سناء الخوخي و غدا ينقصوا لكم 15% في هاد الهاشوار لانه فجدرت فيه المسابقة بزاف بزاف التعاليق جاءوني كيقولوا لي بغيناه بغيناه ولكن خسارة الحد حالة في وحدة فيكم اللي يربحاته اللي كانت من مراكشة البنات و يشوفوا البنات هرمش فيه كوكو و يجي خطير البنات كوكو مهرمش و واعل كتبقى و اطحنوا و اطحنوا و اطحنوا و اطحنوا و اطحنوا حتى توصلوا لديك التهرميش اللي بغيته هناي الحليوات ديالي راهو موجوده انتوما البنات انتوما شوفوا يجي غلاضين شوية كيفما قلت لكم تقريبا 1 سنتين ما ترقوهمش ما ترقوهمش و ما تغلضهمش بزاف لان ما زال غنزيدوا لي محطة بقاديات شوكولاتة و كوكو كتزيد تغلضهم شوية مهم هذا هو القياس والسر البنات ما تقصحوش العجينة ما تكتروش طحين باش ما تجيكمش قاسحك تجي شيشة كيجي فيه واحد الماداق خطير ان شاء الله غتجربوها و غادي تعجبكم اكيد مهم هاكا يالبنات جاوبها تشكيل وهذا هو التحمار ديال الحلوة ما تحمروها بزاف غي يذهبوها جيكم بها التحميرة هادي وهنا اي غنز نوريكم شكيلات اللي شكلت بذيك الالة ديال الطوابع اللي تهوما كيجيو زوين اللي بغيتو هاكا تدروشي حليوة بلات زين تخليهم هاكا ناشفين هادور كيعطاو منا يدرات زوينين هاكا حليوة ديالدوازاتي اللي زوينا هنا البنات بعد ما دوبت الشوكولات غدا نزيد عليه هادور كوكو ومهرمش اللي حمرت ويمكن تزيد عينكم ميزانكم هاكا يا انتم ما شوفوا معاي نزيد القياز اللي تقلينا ذاك الشوكولات زيت تقريبا البنات شيجو حفينة وكتخلطوا هاكا يجيكم بهاد بهاد الكتافة هادي اللي هاكا فشتحطوا هاد الخالي ديالت شوكو وفوق من الحلوة كوكو وما يهبط ما خذكمش تكون خفيفة تقريبا واحد الحفينة وليه جوج حفينات اللي درت هنا هاد الكمية خمسة دراهم ديالت شوكولات غالة خمسة وعشرين وحدة اللي دوبت انا خدم بيهم وبيعودك الساعي لخصني سنزيد ندوب الشوكولات مهم طريقة زيان راه سهل اخذت هاد البلاتو هاد فرشت لي السلوفان ولو كتفرشوا شي بلاستيكا باش هاكا ما يلسقش لكم الشوكولات في البلاتو لانا لسقها بسعوبة باش غتحيدو من الاحسن ديروا بلاستيكا وللسلوفان مهم كتفرشت 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 فيها الحليوة وكتبقوا تهزو بالمعلقة داك الخالي ديال كوكو والشوكولات تخويف فوق منها تصفيوها من داك الفائد اللي كيبقى فيها والذيك الزيادة اللي كتبقى فيها صفيوك نحطوها في الجند طريقة زيان سهلة كيف ماشتوها البنات هانتم وكتبقوا تهزن الخالي ديال الشوكولات وكتبقوا تخويفوها بالمعلقة كوكو والشوكولات صفيوها من داك الزيادة اللي كتبقى فيها وتحطوها في البلاتو ولا في شيء حاجة ولا في شيء بلاستيك اللي غادي تخليوين شفيها الشوكولات هنا نبلغت كيف ما قلت لكم اللي ما بغتش تقطع عدل الحليوات بالطابع تديرهم بغيتكوورهم ديرهم كويرات عاديين من بعد ذلك الكويرات كتحطوهم حتى هما في الفورشت وكتبقى تهزن الخالي ديال الشوكولات وكوكو وتخويع ليهم صفيو تحطوهم في البلاتو وكيجو هكا كويرات اللي حتى هما عامرين بكوكو والشوكولات وكيجو في المنظر زوينين كيف ما قلت لكم انا بغيت نديرهم هكا على هات الشكل وانتوما كيبقى لكم الاختيار مهم هي العجينة تكون ناجحة عندكم وهاكا التشكيل والزين كيبقى لكم الاختيار انا عطيتكم افكار وانتوما زينوا بالطريقة اللي كتناسبكم انتوما شوفوا البنات كيجو زوينين وهذه البنات كالنهائي ديال الحليوة ديالي بعدما كملتهم تقريبا البنات عطاوني مية وخمسطاشر حبة تقريبا من مية وعشرين مية وخمسطاش هاد الصينية الكبيرة ارا فيها سبعين حبة وهاد الصغيرة فيها خمسة واربعين حبة تقريبا مية وخمسطاش بلاها هدوك اللي تهرسوا اللي داقوا الوليدات يعني ارا تقريبا مية وعشرين حبة نقولوا احنا مية وخمسطاشر حبة اللي حسب تفجروا الصواني كتجي رائعة لبنات واعرة هنا كيف ما كتشوفوا الفرق هاد الصينية الكبيرة اراها خدمتها بشوكولات وعلى شكولات غالا وصينية صغيرة سلالية ومشيت الحنوت واخدت شكولات عادي تقيل من اللي تدوبه و يلسق بالسف الحلوه غالا خفيف من اللي تقوي فوق من الحلوه و يكون خفيف و يبقى باين كوكو من الفوق أحسن شكولات تخدمها بها البنات وهو غالا لأنه زوين و هانتم لاحظتوا الفرق بين شكولات عادي و بيين الاخر تبارك الله كتعطى كمية كتير ماذا قو واعر كنتمنى تجربوها ان شاء الله العيد حلوات لي ساهلين اقتصاديين و كيعطوا كمية لي كتيرا تبارك الله رشوفو رالخير هذا كنتمنى يكونوا عجبوكم هذه الحلوات و تجربوهم ان شاء الله هنا غاي ساري الفيديو ديالي معاكم هنقول لكم شكرا و مازال البنات جايين حلوات لي زوينين اقتصاديين و غاي عجبوكم بزف بزف وحتى صابلي غاندير معاكم واحد نصراب عادي صابلي هكا بشكيلات مختلفين ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم و بتعاليكم زوينة اللي كتشجعني و كتخليني نزيد نعطي كتر و كتر هنا غاي سالي الفيديو ديالي معاكم و غنقول لكم شكرا لكم و خليت لكم راحة الله تلاقاوا فيديو جاي ان شاء الله موسيقى